وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة بأعيننا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الآية أفادت أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا وقد قال تعالى لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرى موسى صاعقه فلما أفاق قال سبحانك تفت إليك وأنا والمؤمنين قال تعالى لن تراني ولن تفيد التأبيد الدنيوي وكذلك قال الله عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا توا كبيرا فلا يجوز لأحد أن يسأل ربه الرؤية في الدنيا لا يجوز لأحد أن يسأل ربه الرؤية في الدنيا